فصل جديد في تراجيد تدخل الامارات في اليمن والعمل على تقويض الشرعية هذه المرة من جزيرة سقطرة حيث تتواجد الحكومة الشرعية منذ عدة ايام وهو الوجود الذي يبدو انه استفز الجانب الامارات الذي فرض وجوده العسكري في الجزيرة منذ منتصف عام 2016 التحركات الاماراتية هذه المرة اتسمت بالتدخل العسكري المباشر واحتلال المطار والميناء والاماكن الحيوية في الجزيرة العملية تمت عبر اربع طائرات محملة بالجنود وعدد من المدرعات والدبابات بحسب المصادر في مطار الجزيرة فقد باشر الجنود الاماراتيون بينهم عدد من المرتزقة الاجانب السيطرة على المطار وطرد القوات التابعة للواء 101 مشاة بحرية وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر طائرات نقل عسكرية لحظة هبوطها في مطار جزيرة سقطرة وبعد هبوط الطائرات العسكرية نزل من على متنها ناقلات جند تحمل العشرات من الجنود الى حد اللحظة لم تصدر الحكومة الشرعية اي بيان عن الحادثة التي تعد انتهاكا جديدا للسيادة اليمنية وتهدف للسيطرة الكلية على الجزيرة المصنفة كاحدى عجائب الدنيا تزامنت التحركات الاماراتية مع نشر صحيفة الاندبندت البريطانية تقريرا يؤكد قيام السلطات الاماراتية باحتلال الجزيرة ونهب ثرواتها والاضرار ببيئتها وانشاء عدد من الفنادق بدون علم او موافقة الحكومة الصحيفة قالت ايضا ان شركة طيارا روتانا الاماراتية تسير رحلات سياحية للجزيرة منذ ابريل 2016 بدون موافقة الحكومة الشرعية كما تعمل على ادارة الشؤون اليومية في الجزيرة بات من الواضح ان ابو ضبي عازمة على استكمال سيطرتها على الجزر الاستراتيجية اليمنية والممرات المائية واستخدامها كقواعد عسكرية تضيق الخيارات امام الحكومة الشرعية ويثير ضعفها وجبنها من مواجهة التغول الامارات سخط ملايين من اليمنيين خصوصا وان هناك اضرارا بالمصالح اليمنية من قبل الجانب الاماراتي وحرصا على تقويض ما تبقى من شرعية ووجود للحكومة الاكثر ضعفا وانحناءا في تاريخ البلاد ترجمة نانسي قنقر